أما في البصرة فيشهد مشروع ماء المحافظة الأنبوبي أحد مشاريع وزارة الموارد المائية نسبة إنجاز متقدمة فيما سيقضي المشروع وفق المسؤولين على التجاوزات ويؤمن حصة مياه الإسالة بكميات أكبر لمناطق المحافظة نسب إنجاز متقدمة بمشروع ماء البصرة الأنبوبي الذي سيقضي على التجاوزات ويؤمن حصة مائية أكبر وصالحة للكثير من مناطق البصرة إذ كانت تتعرض القناة الحوضية لمشاكل مثل التهدمات والتجاوزات والتلوث كونها قناة مكشوفة جاء هذا المشروع لمعالجة مشكلة الانكسارات والانهيارات التي تحدث بقناة البدعة المفتوحة هذا المساء الحرج طولة 55 كم حول أو غير إلى أنابيب بتصريف 10 متر مكعب الثاني المشروع مع البصر الانبوي بواقع 20 كم وقد تم تنفيذ 15.3 كم من أصل 20 كم بخطين من الأنابيب قطر 2 متر يتكون المشروع من محطة ضخ جددت بكامل وتجري على شكل أموبين لمسافات طويلة حيث عولج جزء منها باللحافات الخرسانية تماشيا مع نوع التربة وبقية التعارضات يتكون العمل من تنفيذ محطة ضخطة تكون من 14 مضخة مترية وكافة الملحقات من حوض السحب والمنهولات في جهة السحب والجهة المذب وكذلك المحطة الثانوية وكافة الأعمال الكهربائية والميكانيكية بالإضافة إلى تنفيذ دور سكن للمشغلين وكذلك بناية الإدارة مشروع ينفذ من قبل الشركات التابعة لوزارة الموارد المائية بمواصفات عالية جودة ومن المؤمل أن ينتهي تنفيذ المشروع قبل المدد الزمنية المقررة لتحل بذلك واحدة من أهم مشاكل المياه الإسالة من البصرة محمد حسن العراقية الإخبارية البصرة